النهاردة موضوعنا موضوع مهم جدا في الانترو كده لازم نتكلم فيه ونتكلم فيه باستفادة وهو انتخابات الاتحادات الرياضية من زمان عندي يعني فيه النهاردة مصر بتتطور تطور كبير جدا في كل القطاعات الرئيس عبدالفتاح السيسي عايزنا رقم واحد وكل الشعب المصري بقى رقم واحد ويتبقى قاعدين على منصات التتويق وبكلم عن القطاع الرياضي بالزيد مش بتكلم على اي قطاع بتكلم على القطاع الرياضة وهو القطاع اللي انا بتكلم فيه دائما وابدا بنية اساسية فيه انجازات كبيرة جدا في المجال الرياضي فيه حاجات كتيرة منشآت كبيرة جدا بتؤهلنا ان احنا نكون لابطال العالم وابطال الولمبياد طب كويس النهاردة دخلين على موسم الاتحادات او موسم انتخابات الاتحادات الرياضية فيه مسؤولين انا بكلم بصراحة شديد فيه مسؤولين من ساعة ما كنت بلعب لغاية وقتنا هذا قاعدين في اماكنهم قاعدين على كرسيهم طب انا بسأل سؤال والسؤال المهم ده لكل الناس هو ايه الهدف اللي انا ترشح ليه اتحاد الرياضي رئيس او عضو مجلس ادارة المنصب اولا تطوعي تطوعي بحت ملناش تطوعي بحت طب ايه اللي بيحصل ايه اللي احنا بنشوفه شيء مهم جدا ان الراجل رئيس الاتحاد او العضو مجلس ادارة ما احترامنا الكامل ليهم ان يقض على كرسي ان يقض على كرسي الاتحاد لازم يكون محقق نتائج طب تعالوا نبص عندنا 28 لعبة لومبية اتحاد الكاراتيه الكابتن عمر الدهاروي رئيس الاتحاد محقق اتنين مدليا في الولمبيات اذا كان فريال اشرف ودكتورة جيانا فاروق اللي اتنين واحدة فضية واحدة برونزية طب ده اتحاد قدر اقول الاتحاد ناجح خميس الحديث والمهندس شريف العيان كان معنا في الحلقة اللي فاتت وتكلمنا معاه على كل حاجة محقق مدليا فضية كابتن احمد الجندي بطلنا فضية حضر فيها 8 سنين يعني انجز كان قريب شوية من الدهبية بس انجز اتحاد تايكوندو الاستاذ عمر السليم اتنين مدليا برونزية هدايا ملاك سيف عيسر المرة اللي فاتت هدايا ملاك المصارعة ابراهيم كيشو نفس الكلام محقق اللي هو عصام نوار محقق طب هو السؤال اللي انا عزقله هو الباقي فين خلي بالكم برضو اتحاد الهندبون نفس الكلام محقق طب نبص على بقية الاتحادات من 28 لعب عندنا 23 لعب دول 5 خرجوا طب 25 لعب التانين ايه الهدف ايه الهدف اللي هم بيعملوه احنا نكسب افريقيا او نكسب عرب احنا مصر رقم واحد طب احنا الهدف التارجب بتاعنا احنا نعمل تاريخ كبير في دورات عالمية او اولمبيات بقول المسؤول اللي عايزي ترشح الاتحاد في مصر لو سمحت وانت داخل احنا عايزين التارجب بتاعنا بطولة عالم او اولمبيات او مديلية اولمبيات ده تارجب مش عايزين حضرك تترشح عشان تقعد على الكرسي عشان تجامل اصحابك او تقعد معاهم او تجيب ناس مش على قدر المسؤولية لان دي بلد هي دي بلد البلد بتدفع فلوس تاني بلدنا بتدفع فلوس في الرياضة ولازم كل اتحاد واحد داخل رئيس الاتحاد لازم يطلع ويعلن رسمي قدام الناس على الثلاث سنين اللي جايين انا هعمل ايه انا هعمل ايه علشان يطلع في اخر الثلاث سنين يقول انا انجست او ما انجستش الوقت اللي جاي عندنا الدورة دي بالذات دورة استثنائية كان حصل انتخابات ورجعنا قالوا لأ وهنرجع انهم دلوقتي عندنا رسميا كل اتحادات المصرية داخل على انتخابات الدورة اللي جايه تلات سنين بنقول اهو تلات سنين لغاية باريس عشرين اربعة وعشرين المطلوب من كل اتحاد اللي مطلوب من كل رئيس اتحاد اللي مطلوب الدولة بالدعم تاني اهو بقول الدولة بالدعم مطلوب من حلقة تحقق انجازات وانجازات مش على السعيد القاري او الافريقي انجازات حضرتك على المستوى العالمي على المستوى الاولمبي تاني بنقول ان لازم كل رئيس الاتحاد يكون الترجب بتاعه المستوى العالمي او المستوى الاولمبي مش المستوى الافريقي او العربي لان انا بقول لكم صراحة احنا معدين الكلام ده معدينه من زمان يعني احنا معدين افريقيا والعرب ما احترامي لكل ناس كل ناس حبيبنا لكن انا بتكلم على بلدي لما اتكلم على بلدي اشايفها رقم واحد ولازم تفضل رقم واحد بطل من اعضاء الجماعة الاممية حاجة مهمة جدا 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 بقولها على الهوى ويا ريت تسمعوني لما نختار واحد لرئيس الاتحاد لعبة لو سمحتم بعد اذنكم بلاش نختار باهواء اختار واحد بنتائج اختار اشكال جديدة اختار فكري جديد اختار منهج علم جديد اختار حاجة عشان تشرف بلدنا في الاخر بلاش ندخل فيها حسابات شخصية لان انت في الاخر انا وانت وكل الناس عايزين بلدنا تبقى رقم واحد اتمنى تكون الناس فعلا تكون عندها الاسلوب والمنهج اللي هي تقول عليه اختار ده عشان خاطر مصر مش باختار ده عشان خاطر صحبي صدقوني انا كنت نعم برئيس الاتحاد فعشان كده بتكلم من المنطلق ده مطلوب من كل مرشح او مطلوب من كل اعضاء الجامعيات العمومية في كل مصر وهم بينتخبوا واحد عشان يقعد على كرسي مصر بتملك هذا الكرسي لو سمحتم عايزين حد يشتغل للبلد مش عايزين حد يقعد على الكرسي عشان يلبس بدلة ويقف قدام الكاميرات ويتصور عايزين واحد بيشتغل عشان كلنا نتبسط ونفرح صدقوني انا بكرلمكم من منطلق واحد كنت جوه هذا المجال لازم الناس وهي قعد على كرسيها تشتغل اذا كان المثل والقدوة عندنا الرئيس عبدالفتاح السيسي بينزل بنفسه وبيتابع بنفسه يبقى المسؤول رئيس الاتحاد تازم ينزل ويتابع بنفسه شيء مهم جدا تاني وتالت ورابع اتمنى من اعضاء الجامعيات العمومية لكل اتحاد يشوف اتحاد انجز او ما انجزش يشوف اتحاد هيعمل او مش هيعمل يشوف الاتحاد هينشر اللعبة بشكل مختلف في مصر ولا لا ولا هنعتمد على اولياء الامور ايه رأيكم بنعتمد على اولياء الامور اللي هم بيتعبوا وبالذات في الالعاب الفردية بيتعبوا كتير بيتعبوا فق اي حد يتخيل عايزين بلان وعايزين خطة وعايزين احنا عندنا ابطال والله عندنا نجوم وابطال كبار جدا جدا في كل الالعاب لو قدرنا نعمل ده صدقوني كلنا هنفرح بعد كل دورة اولمبية وكلنا هنفرح بعد كل بطولة عالم ومش هيطلع الناس تتكلم وتقول هم ليه الابطال ما يحققوش البطل لو ما حققشي بقولها لك صراحة مش البطل اللي قاعد على كرسي الاتحاد هو المسؤول عن هذا الاداء اللعيب مش اللعيب رئيس الاتحاد هو المسؤول بس أولية كاملة قدام مصر كلها ان اللعيبة بتاعها تتحقق او ما تتحققش